دكتور طارق شوئي كان ترند وكانت قصة من قصص اللي اهتمت بيها الناس جدا ليه لانه نفع كم شائعة فين؟ خمس شائعات دكتور طارق شوئي نفع مبارح والنهاردة خمس شائعات ليه علاقة بتأجيل الدراسة قالك مفيش تأجيل دراسة السانوية العامة قالك تصريح غريب جدا نصيب ليه يعني تصريح نصيب ليه ان مفيش حد هيجيب اكتب من 70% نفع قالك ان المناهج هتتأسر كم تصريحات بأمانة لما تيجي تبص على دكتور طارق شوئي تحديدا على الاقل 50% من تصريحاته عبارة عن نفي اكتر وزارتين عليهم اخبار مفابركة الصحة والتعليم